يا شيخ علي مجلس المحافظة هو حقيقة وأنا أقولها بكل صدق وأمانة والله مجلس المحافظة لم يأتي بإرادة أمريكية ولم يأتي إلا بإرادة الشعب والله عندما ذهب آلاف الناخبين إلى صندوق الاقتراع واختاروني واختاروا أخواني في مجلس المحافظة لم يكن هذا الاختيار أمريكيا الناس الذين ذهبوا توسموا فينا الخير حتى ولم نكن نحن مئة بالمئة على ما يرام أو على ما يريدون لكن نحن ربما في نظر هؤلاء الناس أفضل الموجود ويتوسمون فينا حلول أيضا على نقطة شيخ علي من قال هو شو سوى المجلس اللي قبله حتى يسوي هذا الحالي احنا سوينا الكثير ربما إذا كان شيخ علي الحاتم بعيد بعض الشيء عن الصورة فأنا سأكون له العين الأمينة والله نحن كمجلس محافظة عملنا بكل ما نستطيع من جهد ليس جميع المجلس ربما ربما لديه ملاحظات على بعض أعضاء المجلس ربما علي صحيح يعني ملاحظتك مو على شيخ عفا لا 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 ابن عمي ولكن ما ده سأتكلمه إياك رئيس الجيني وعضو مجلس المحافظة يعني ربما حتى عنده تحفظات علي أنا لكن أنا أقسم بالله لم نأتي إلا لخدمة العراق والأنبار وأقسم بالله عملنا بكل جد وإخلاص وأقسم بالله أن مجلس المحافظة بالنسبة لي ماديا واجتماعيا هو خسارة وليس مكسب خلينا نشوف في دقيقة واحدة ماذا تقول شيخ علي للناخب العراقي والله أقول الناخب العراقي شيخ له واحده لا يظل يفتر بالشارع ودايخ يدحج على الصور لا يعرف لمن يختارها فعلا صار أدل أحباط المواطن صار بيوشه وحقه أنا أشوف الناخب العراقي علي أن يبطل من سالفة وحده شعلية وماريد وسول قبله لا خليه يروح عنده عيون برأسه ويعرض خليه يختار مرة واحدة بحياة العراقي وأنا شيخ عيفان يعذرني قضي إرادة أمريكية مو أنتم لا أكو واحد من مجلس المحافظة يراحوا علي الأمريكان البيته تقدر تسمي نعم أركان الطرموز وتقدروا أن تسألوا أنتم الأمريكان راحوا البيته وهذا باعتراف الرجل هو قال جوني الأمريكان وقال الله لكف نفسك ووخر زي أردس لكم بالله أنا أردس لسؤال واحد أروح للصندوق خوش بس قبل ما يلغط أصبع بهالحبر خلي عارف كله زيان ترى الجاي أسوأ الجاي أسوأ نعم الجاي أسوأ لا أفتهم تخصني الجاي أسوأ إذا ظل المواطن جاعد يمهله وظلنا بالنسبة أن نحجي بها 18% والمفوضة تقول 50% يعني الريد المواطن فعلا أنه يختار من ذاته لا بطاطين ولا فاصولية ولا كرتب العشرة ولا ترى الإيمان فلان يزعل عليك يعني خليه يطلع منها الخانة يروح واضحة كل فكرتك شيخ علي شيخ عفان نريد كلمة توجهها وبدقيقة للناخب العراقي أنا أقول للناخب العراقي أستحلف كل ناخب عراقي بالله وبحق الوطن عليه أن يذهب إلى صندوق الاقتراع بعيدا عن الطائفية وبعيدا عن المجاملات ويختار من يتغسم به خيرا لهذا العراق وأمانة الله أن لا يعيدون علينا يعني حقبة الحزب الإسلامي التي حكمها في الفترة الماضية شكرا على المشاركة شيخ عفان السعدون النائب المرشح عن مؤتمر صحوة العراق المؤتلف مع اتلاف وحدة العراق وأيضا أشكر شيخ علي الحاتم من كتلة بيارق العراق المتحالف مع اتلاف دولة القانون مشاهدين أشكركم على طيب متابعتكم لكن ابقوا معنا مرشحين جديدين بعد الفاصل في سباق البرلمان أهلا بكم من جديد إلى سباق البرلمان ما زلنا نتحدث عن مشاركة مجالس الصحوات والعشائر في محافظة الأنبار في الانتخابات البرلمانية العراقية معي في هذا الجزء شيخ حميد الهايس عن مجلس إنقاذ الأنبار وهو المؤتلف مع الاتلاف الوطني العراقي وأيضا معي هنا في الاستوديو شيخ أحمد عطية السلماني عن الحزب الإسلامي المؤتلف في قائمة التوافق العراقي أرحب بهما وأبدأ بشيخ حميد الهايس شيخ حميد في تصريحات شهيرة لك ذكرت بأن الحزب الإسلامي أصبح مفلسا على أي حقيقة سنت بسم الله الرحمن الرحيم هذه التصريحات مضى عليها الزمن وكانت في السابق عندما كنا نتناحر معهم في كثير من الأمور وخصوصا الأمور الخدمية التي تخص أبناء محافظة الأنبار وأيضا لدينا خلافات كانت معهم مع أشخاص كانوا يقودون الحزب في المحافظة لكن الحزب الإسلامي تمكن من إبعادهم بالمرحلة الحالية وبدأ يعيد تنظيمه وبدأ يعيد وجوده على ساحة الأنبار هذا خطاب جديد شيخ حميد نعم نريد نعرف في ذات الفترة التي قلت أن الحزب كلها أفلس لماذا قلت؟ عجز عن تقديم دورة في محافظة الأنبار عجز عن تقديم أي شيء للمحافظة وإيصال رسالة أبناء المحافظة حتى إلى الحكومة وأظهر نفسه بأنه هو الواجهة الوحيدة للمنطقة طيب شيخ أحمد هل تعتقد فعلا بأنه أنتم كحزب إسلامي لم تقدموا شيء يذكر بالخدمات في الأنبار؟ حقيقة إذا كان الحزب الإسلامي لم يقدم شيئا لمحافظة الأنبار فمن الذي قدم ستة آلاف درجة وظيفية لأبناء الأنبار ومن الذي بنى 250 مدرسة في الأنبار ومن الذي شيد 250 مشروع ماء و75 مركز صحي وتأثيث المدارس وبناء الشقق السكنية 200 شقق السكنية والاهتمام بالمناطق النائية كالرحالية والنخيب طيب بس المواطن العراقي دائما عندما نأخذ رأي المواطن العراقي بالخدمات في الأنبار يجد هناك قصور كبير بحيث هو ممتفائل أنه يروح للانتخابات بسبب هذا القصور الكبير شو تقول للناخب؟ حقيقة محافظة الأنبار أكبر محافظة في العراق ومع هذه المشاريع الضخمة والكبيرة إلا أنه لا يظهر عليها الإعمار لسعة مساحة الأنبار ومع ذلك نحن قدمنا ولا ندعي أن قدمنا كل شيء ولكن فعلنا ما بوسعنا طيب شيخ حميد شنو اللي حضرتك إذا انتخابك الناخب راح تسوي وما سوى الحزب الإسلامي فيما يتعلق بالخدمات وغيرها هو يقول الأنبار كبيرة أو صعب احتواء كل شيء شنو تعلينا؟ قبل ما تنطيني صفة الشيخ أفضل أن أشيلها مني تسميني السيد أو الأستاذ لماذا؟ بالمرور الزمن أنا متأكد راح تصبح كلمة مقززة لكثير من الناس لما يبالغ به عدد كبير من بعض الشيوخ في الإنجازات والعمل وكذا ما جابه ذلك فالأفضل أنه تنشال مني هذه المسمية وأنا أخوي هو الشيخ يعني أصبح مسمى مخزي بالنسبة لك؟ ليس بالمخزي وإنما مقززة الكثير من الأمور عندما يسمع الشيخ الشيخ ماذا أقدم له للأنبار؟ لو ننظر إلى الحقيقة قيم عشائرية يعني قيم عشائرية موجودة آمنا بالله أخوي هو الكبير هو يتحمل هذه الصفة وأنا أبعديني عنها تفضل الكلامي للأخ أو الموثل الحزب الإسلامي أعرب عن مشاريع كبيرة في الأنبار أنا اختلف فيها بهذا الموضوع هذا أرقام مبالغ فيها ومأض الموجودة على الأرض وأنا يوميا أتجول كل أرض الأنبار منحصة إلى الفلوجة إذا ما تكون يوميا أسبوعيا لأنني من النوع الما يعرف يقعد فسؤالي عن ماذا أقدم للناخب في الأنبار أهل الأنبار يعرفون من هو حميد الهايس ويعرفون دوره ويعرفون موقف اتجاههم ويعرفون موقف الوطني المشرف الذي تصدى في أصعب الظروف كان يقود مجاميع مسلحة ويقاتل القاعدة نيابة عن أهل الأنبار وضحى بثمانية من خيرة شباب عائلته أضاف إلى آني شخصيا إذا أخوان اثنين عاليا معاقين بسبب موقف اتجاه للأنبار نعم صح أنت شاركت بالصحوات لكن الآن المواطن الأنباري ينتقدك كونك زرت إيران صار بيت الهايس يقال عنه بيت الخميني وليس بيت الهايس نعم أنا زرت إيران نعم لكن بزيد دعوة رسمية وواجهت الإيرانيين بكثير من الحقائق قلت لهم أنتم اتهمون بدعم القاعدة في الأنبار وأنتم تدخلون في الشأن العراقي ولابد أن تغيرون سياستكم اتجاهنا وتقفون معنا وهذا ما رحبوا به وطلبت منهم عدم استدخل واحترام سيادة العراق وكان ردهم إيجابي إلي أنه أوعدونا بمساعدة العراق بالخروج من أزمته بسيخ حمد يقال بأنك ربما تلقيت دعم مادي منهم خصوصا أنت داخل على الانتخابات الله أعلم الله أعلم أنا لم أستجدي من أحد لا في السابق ولا في المستقبل ولا في الحاضر والدليل على ذلك العقود التي وزعوها جيوش الأمريكية لبعض مشايخ الأنبار لم أحصل على عقدا واحد ولن أتعامل معهم ولن أعمل أيضا مع مجلس المحافظة في السابق والعالي مثل من من المشايخ؟ مثل من من المشايخ استلم أمريك؟ معروفين نحن لا نريد أن نجرحهم ونذكور أستعرفهم أنت أكثر مني وانت ممكن زاهرتهم والتحية بيهم بس أنا ردك أنت تقول الأسماء أنا لن أخاف ولن أستحي من الأسماء كثيرين أرجعا لا أريد أن أخلق بينهم فجوة من الحزب الإسلامي؟ حتى الحزب الإسلامي استفاد كثير من الأمريكان شيخ أحمد شنو تعليقك؟ استفاديتم من الأمريكان أخذتوا أموال؟ مستحيل أبد الحزب الإسلامي لم يتلقى أموال من الأمريكان ولا من غيرهم أبدا الخارجية لكان وضعه أفضل من الآن بكثير ولكن الحزب الإسلامي هذه حقيقة يعني فريع على الحزب الإسلامي الحزب الإسلامي لم يتلقى دعم خارجي من أي جهة من الجهات